موسيقى أحيكم مشاهدين في حصادنا لهذه ليلة نتوالى على تقديميان نوار عاصم وأمين عبد شكرا نوار أهلا بكم مشاهدين الكرام والبداية بالعنوية موسيقى بعد انتهاء فصله التشريعي البرلمان العراقي يعلن الأحد جلسة استثنائية لبحث مشروع الموازنة ويلزم اللجنة القانونية بالانتهاء من صياغة قانون الانتخابات قبل العشرين من ديسمبر موسيقى تكريس للجهل في القرن الحادي والعشرين دعوات برلمانية لاعتماد شهادة الإعدادية فما دون بدل الشهادات الجامعية والعليا في انتخابات البرلمان العراقي موسيقى أتاوات وابتزاز على ني عند مدخل ميناء مقصر الشمالي ومعلومات جديدة عن أخطر شحنة مخدرات تدخل العراق يكشفها قائد عملية البصرة للجمهورية الثالثة موسيقى بعد الانتصار على داعش عسكريا الرئيس الفرنسي يدعو الحكومة العراقية إلى تفكيك جميع الفصائل بما فيها الحجد الشعبي موسيقى الاستفتاء تركناه وراء ظهورنا يقول نيجر فاني البارزاني لماكرون ورئيس الحزب الديموقراطي من أربيل لن نرفع الراية البيضاء لأحد موسيقى ترقب في بغداد بعد أنباء عن خسقصة جبايات مياه الإسالة ومرثونين والدولي يعيد رياضي العرب إلى الموصل موسيقى علي عبدالله صالح يدعو اليمني للانتفاض على ميليشيا الحوثي دفاعا عن وحدة بلدهم والتحالف العربي بقيادة السعودية يعلن دعمه لعودة اليمن إلى حاضنته العربية موسيقى أهلا بكم إلى التفاصيل ألقت قوات تابعة لقيادة عمليات بغداد القبض على امرأة في منطقة حيؤور وبحوزتها كمية من مادة الكريستال المخدرة وعدد من أدوات تعطي وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان لها إن القوات الأمنية وبعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة تمكنت أيضا من القاء القبض على أحد الأشخاص عند متجراته بالمواد المخدرة في جانب الرصافة وضبطت بحوزته كمية من مادة الكريستال المخدرة وأدوات زجاجية لتعاطيها وكانت عمليات بغداد أعلنت بوقت سابق أن مفارزها تمكنت من القاء القبض على الممول الرئيس للمواد المخدرة في منطقة النهروان الواقع جنوبي العاصمة الملقب بعلي غوريلا وضبطت بحوزته 660 حب مخدرة في هذه الأثناء كشف قائد عمليات البصرة الفريق الركن جميل الشماري لبرنامج الجمهورية السالسة تفاصيل جديدة عن دخول أكبر شحنة حبوب مخدرة في تاريخ العراق وقال أن الأجهزة الاستخبارية تواصل البحث عن شبكة متورطة بإدخال هذه الشحنة المخدرة للعراق وأكد الشماري لبرنامج الجمهورية السالسة أن مسؤول الرصيف في ميناء البصرة متواطئ مع الجهة التي أدخل شحنة الحبوب المخدرة بعد أن زور المنفست وسجل هذه المادة على أنها مواد بلاستيكية الحاوية طولها 12 متر بدايتها 3 رباح كانت جنط مثل ما شفتوها جنط صغيرة هذه الجنط كانت من بدين نفرغ بالحاوية إلى آخر نهاية الحاوية من هو الذي خلالها؟ التلاعب ويتهم تلاعبتهم بالبحر لا أمو التلاعب بالبحر التلاعب هو يعني هو اللي مستوردها الشخص المستوردها نحن حاليا في الطورة الاستخبارية في بحث عنه لأنه هو تركها هذه الشحنة تركها من تاريخ 28 ثلاثة 2017 على أمل أنه يحصل الإمكانية لإغراجها لكن الحمد لله ما حصلت هذه الإمكانية ولكن جهادنا الاستخبارية من هذا الشخص؟ هذا الشخص محروف حد نحن بدينه بال عراق الجنسي نعم عراق الجنسي حارب إلى حد الآن نعم أنا أكو فقط نقطة معرفتها يعني المواد طلعت من الهند إلى الإمارات ومن الإمارات إلى موانئ العراق يعني جبل شنو بالمنفيس مكتوبة؟ مكتوب بالمنفيس حبوب مخدرة حبوب مخدرة؟ أي بس بالإنجليزي تم استيرات حبوب مخدرة ووضعوها في نهاية الحاوية وضعوها في نهاية الحاوية الظاهر يعني هو متعامل وي أبو الرصيف وإلا أبو الرصيف شون يكتب له يكتب له مواد بلاستيكية أهى نعم هو متعامل وي أبو الرصيف المواد بلاستيكية كتبت هنا هنا في أوراقنا العراقية أوراق الموانئ مو فقط أوراقنا وإنما بعدين من رحنا نحقق لقينا هذا أبو المينا باعثها إلى الرصيف الجنوبي بأنه أقلام بلاستيكية يعني أبو الرصيف الجنوبي يستلمها ضمن التايت في المالة بالكمبيوتر أنه أقلام تم التحقيق مع مواد في فدنها بدينا التحقيق مع مواد طبيعة الشحنة والكمية يعني تبين إلى حد كبير أن الشحنة إلى عموم العراق بالتالي أكو شبكة نعم والمفروض من تحقيقاتكم وصلتوا إلى أطراف أو أغلب أطراف هاي شبكة وتحدث قائد عمليات البصرة الفريق الركن جميل الشمري عن أنبوب تهريب النفط الذي تم ضبطه مؤخرا من حقول الرميلة وقال أن الأجهزة الأمنية القت القبضة على عائلات بأكملها متورطة بتهريب النفط عبر ذلك الأنبوب من خلال صهاريج هذا الأنبوب اكتشفته أنبوب لتهريب النفط طولة 300 متر من المسؤول؟ ألقيته القبض على المسؤول على إن كان شخص واحد إن كان جهة هل هاي الجهة مرتبطة بجهات أخرى ربما سياسية هذا كلامك السيء تقولي بي نحن نقلنا القبض على أشخاص هذين هذين الأشخاص يعني في بيت واحد عائلة ثلاثة اثنين إخوان وأبوهم أبوهم وقع أنه كان ما واقع بالفخ بعدين وقع بالفخ مرة ثانية أيضا لزمنا جاي بشفل ويحفر في مكان معين أيضا مسكنا ما أقل لك عايدين إلى جهات ما كفت جهة إجهة قالت أني هذول عايدين إلي ولا نعرف انتماعات إنما هم هذول أصحاب مثلا صهاريج يحاولون يبيعون الكمية اللي يقدرون يبوقونها من النفط ويقدرون يبيعونها هذا الأنبوب شقد ظل يضخ نفط نفط مهرة حتى اكتشفته السلطات الأمنية يعني احنا رحت للمكان تدري إذا مكان كان بي ضخ كثير يبين وواضح هذا يعني وكذلك إذا كانت أكو عجلات تدوسة أيضا يبين يعني هذا بين فترة وفترة تجي صهاريج معينة إلى هذا المكان تحمل نفط مهرة من المسؤول يا جهة يا شخص يا جهات هذا حقيقة أكو مهربين أكو مهربين في كل مكانات لا تصور النبس بالبصرة وروا سائق شاحنات شهادات عن تعرضهم لابتزاز علني عند مدخل ميناء المقصر الشمالي جنوبية البصرة ضاعين السلطات الرقابية لإجراء تحقيق العاجل بتعمد وقوف الشاحنات في طوابير طويلة لدفع الأتوات ويقول سائقون أن البنى التحتية في المغانئ لا تعكس حجم الجبايات وأن مبالغ كبيرة تذهب لأحزاب وشخصيات متنفذة حسن صباح والتفاصيل معاناة لا تنتهي لسائق الشاحنات في ميناء قصر الشمالي جنوبية البصرة فالرشوة تأخذ منهم بشكل علني في بوابة الميناء التي لا يمكن المرور من خلالها إلا بعد دفع نحو عشرين دولارا عن الشاحنة الواحدة تذهب لشخصيات متنفذة تسيطر على الميناء كما يقولون عمي إحنا نعاني من الباب مع الميناء ما أطب بالباب إلا تطيق خمسة وعشرين لفرشوة عم فتحونا المجال العادل ما يفتحونا سادينة إلا تجعرون الميناء العادل أخذ بالباب باب الميناء موازين الحمولات هنا أغلبها معطلة ومع ذلك فعلى السائقين أن يدفعوا المال حتى لو كانت شاحناتهم فارغة من الحمولة تلك الشاحنات التي تسير على طرق باتت تسمى بطرق الموت بسبب ما تعانيه من تخسفات وانحرافات مميتة ومحمل فارغ شايل عشر واثنون طن ياخذ عشرين ألف شما هو السبب أما سوى طوناج وأما ترخص زيان أنا كروتي وكلها مطوص فالي منها ثلاثمية أربعمائة ألف دينار شم يوم صالي؟ صار لي عشرين أربع وعشرين يوم المشكلة الثانية عدنا التحويلة التحويلة يومها سيرات تقلبت ويومها حاويات وقعت وهي مساكين يعني أبل حاوية منطقة حاويتة يعني كفي لك الله يخسرونه أما الشركة العامة للموانئ فأعلنت عن عدم مسؤوليتها عن الجهات التي تبتز السائقين ورمت بكرة الاتهامات بملاعب دوائر أخرى تشترك معها في إدارة الميناء من محافظة البصرة حسن صباح الشرقية نيوز بعد انتهاء فصله التشرعية البرلمان العراقي يعلن الأحد جلسة استثنائية لبحث مشروع الموازنة ويلزم اللجنة القانونية بالانتهاء من صيغة قانون الانتخابات قبل العشرين من ديسمبر تكريس للجهل في القرن الحادي والعشرين دعوات برلمانية لاعتماد شهادة الاعدادية فما دون بدل الشهادات الجامعية والعليا في انتخابات البرلمان العراقي وجهت رئاسة البرلمان العراقي اللجنة القانونية بوضع صيغة نهائية لمقترح قانون انتخابات مجالس النواب قبل تاريخ العشرين من كانون الأول ديسمبر الجاري لإتمام التصويت على القانون وتباينت مواقف النواب بشأن سن الترشيح أو سن الترشيح لانتخابات البرلمان والتحصيل الدراسي للمرشح فيما اختلف آخرون حول اعتماد الدائرة الانتخابية الواحدة أو أن تكون المحافظة مجموعة من دوائر انتخابية قياسا للسكاب لابد من تثبيت فقرة اشرنا لها سابقا عندما اتناولنا المفوضية اختيار أعضاء مجلس المفوضين هو أن تجري عملية الانتخاب بإشراف قضائي وبالتالي لن نضمن الشفافية بدون الإشراف القضائي تقسيم الأصوات الصحيحة احنا حتى تستقر العملية السياسية أن يكون هناك تنافس بين كتل سياسية كبيرة وهذا لا يعني الطعن بالكتل السياسية الصغيرة وإنما تستطيع هذه الكتل السياسية الصغيرة أن تندمج مع الكتل السياسية والحفاظ على صحتها أن يكون القاسم هو 1.9 من أجل استقرار وترشيد العملية السياسية اليوم إلى الآن احنا أنا في مدينة الموصل مو محافظة نينو مدينة الموصل بيها مليونين واربعمائة بشر إنسان في أحسن الاحتمالات الآن الموجودين بالأيسر سبعمائة ألف ما يعبرون والأيمن مية وخمسين إلى ميتين هاي تسعمائة خلي مليون وين المليون واربعمائة وين تريد تأخذنا الحكومة بهذه الانتخابات تغير مناطقنا ديمغرافيا من الناحية السياسية يعني إحنا الانتخابات مقدسة أنا ما عندي مانع لكن إذا الانتخابات ما جاي تخدم أهلي ومنطغتي وبيئتي واللي ناس اللي يمثلهم شنو قيمة أن أكون نائب وأقوم وتشبث وأروح يمين وإسار فعلينا سيادة الرئيس أن نضمن التزامات مجلس الوزراء نضمنها بالقانون إذا كان المقعد الشاغر يخص إمرأة فلا يشترد أن تحل محلها إمرأة إلا إذا كان مؤثر على تمثيل النساء أنا أقول نغيرها نقول يشترد بتبديل المرأة بالمرأة يعني شبيها سيادة الرئيس خلي مرة وحدة المرأة عددها تزيد مجلس النواب العراقي يعني إلا يبقى 25% أكو مشكلة أنه بعض الدول تخلي عتبة عتبة للكتلة السياسية لفضل سيد الأسدي قال واحد تسع عشر اتفقوا على عتبة معينة لدخول المجلس وأفرضوا أنه عضوا الكتلة أنه ما لا حق يغادر الكتلة إذا غادر يفقد مقعدة تنتهي تستقر العملية السياسية ما كل يوم واحد مستقيل وراح صار قائمة بوحدة فر نحن نصر على أن تكون شهادة بكالوريوس أكو تمثيل للنقابات العمالية أكو تمثيل للعشائر أكو تمثيل للأساتذة لأخواننا المعلمين إذا كان هذا الموضوع فيه إصرار يكون للقائمة 10% من العدادية فقط 10% إذا كان هذا الموضوع أكو إصرار بي بعض الأخوة ما يرغبون بي فهذا الموضوع عاد لكم تعديل المادة الثامنة ثالثا من الفصل الثالث بشروط المرشحة أن يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف وغير مشمول بعفو عن جريمة فساد مالي أو إداري من أخطر الأشياء المحاسسة والتشذي في الجهات التي ستصل إلى مجلس النواب أكو دعوات من الجميع لأن تكون القوائم المقبلة قوائم عابرة للطائفية والإثنية والقومية كيف يجوز أن نحرم إنسان له وطنية ونضوج سياسي وهو غير حاصل على شهادة جامعية لكي يقدم أو يرشح نفسها للبرلمان لا نقترح نظام بديل هو الأعلى أصوات في الدائرة الانتخابية من بين المرشحين في الدائرة الانتخابية بغض النظر عن الانتمال القائم وهذا يوفر مزايا وإيجابيات أولا ينسج مع المبدأ الديمقراطي لأن ينطمرون عاليا في الناخب باختيار مرشحيه دون تدخل القوائم كحلقة وسطية في الاختيار أود لفت الانتباه إلى أنه يوم عشرين نعش بحسب تحديد مفاوضية الانتخابات هو موعد مهم جدا في تشريع القانون بمعنى قبل يوم عشرين وعليه اللجنة القانونية مطلوب منها أن تأخذ بالاعتبار ما قدم من ملاحظات وإعداد الصيغة النهائية لغرض تقديمها للتصويت على المجلس حال انتهاءها طبعا ستكون هناك جلسة بهذا الخصوص وخصصت رئاسة البرلمان الهراقي جلسة ستنائية ومغد الأحد بخاصة بقانون الموازنة العامة لعام 2018 أعلن رئيس البرلمان سلم الجبوري عن قرب عقد سلسلة لقاءات بين الكتل النيابية والسلطة التنفيذية لمناقشة بعض الفقرات في الموازنة منوها إلى أمكانية عقد جلسة ستنائية وفقا للسياقات المتبعة لعرض مشروع قانون الموازنة وصل مشروع قانون الموازنة إلى المجلس مساء يوم الأربعاء وأحيلت أو الآن تحال إلى اللجنة القانونية لغرض دراستها وأيضا أن تأخذ بالاعتبار الملاحظات المقدمة من الكتل السياسية خلال هذه الفترة خلال هذه الفترة سنجري عدد من اللقاءات مع السيدات وسادة ممثلي ورؤساء الكتل السياسية ومع الجهة التنفيذية لمعالجة بعض ما ورد في الموازنة من مسائل تحتاج إلى نقاش وتحتاج إلى أخذ بالاعتبار سيد الرئيس كثير من الأحيان النظام الداخلي والدستور تم خرقه أكثر من مرة فقانون الموازنة من أهم القوانين في مجلس النواب إحنا ما نريد تتكرر مأساة الفين وارباطعش الفين وارباطعش أيضا ما أقرت الموازنة إذا إحنا ما مضينا بهذه الموازنة وبقراءتها والتصويت عليها خلال هذا الشهر الموازنة ما راح تنقر وتصير مثل الفين وارباطعش صار تجاوز على الصرف بنسبة 13 بالمية من السنة اللي قد كل الأخوة أعضاء مجلس النواب يعلمون والشعب العراقي يعلم والحكومة تعلم إنه إحنا إذا ما أضفنا أي تعديل على قانون الموازنة ستكرر نفس المأساة اللي تكررت في السنوات السابقة واللي الحكومة طعنت في 22 مادة تم تعديلها من قبل ممثلي الشعب العراقي لذلك سيادة الرئيس نحن واثقون بأننا نحترم الكلمة التي أعطيناها دخلنا إلى جلسة اليوم على أن تكون فقط قانون الانتخابات وحتى عندما حددت الجلسة لهذا اليوم يوم الأربعاء كان قانون الموازنة غير واصل فحدده موعد الجلسة للانتخابات وقلنا إذا جاءت الموازنة سنحدد الجلسة ممكن أن نحدد الجلسة أخرى هناك نقاط أساسية عددها أربع فقرات نريد أن نضمنها إلى قانون الموازنة في حالة عدم تضمين هذه النقاط في قانون الموازنة الاتحادية سوف نعمل على مقاطعة جلسات بجلس النواب وعدم حضورنا لحين تضمين هذه الفقرات لأن في السنة الماضية تم تضمينها وتم الطعن بها من قبل الحكومة وهذا قرار من قبل المحافظات المنتجة سيدات والسادة يوم غد جلسة استثنائية خاصة بالموازنة فأرجو من الكتل السياسية تقديم ملاحظاتها وجهات نظرها لغرض النقاش بخصوص ذلك نرحب بضيف حصادنا سيد محمد تميم رئيس اللجنة المالية سيد محمد أهلا بك معنا إذن الموازنة وصلت إلى مجلس النواب وحولت إلى اللجنة القانونية ونحن بانتظار النقاش حولها ولكن أثيرت الكثير من الفقرات والكثير من المعلومات حول هذه الموازنة لغرض نقاشها وطرحة واحدة من هذه المعلومات تتحدث عن أن حتى مخصصات المالية لانتخابات المقبلة غير موجودة في هذه الموازنة كيف يمكن فهم ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم شكرا جزيلا نعم قانون الموازنة وصل مساء يوم الأربعاء إلى رئاسة مجلس النواب وتم تحويله إلى اللجنة المالية واستلمت اللجنة المالية قانون الموازنة بشكل رسمي وليس إلى اللجنة القانونية كما جاء في المقدمة التي قدمتها الآن مبلغ لجراء الانتخابات لا المبلغ موجود وتم رصد مبلغ مع التشغيلية ورواتب موظفي الاقتراع وموظفي المفوضية العلية المستقلة للانتخابات في مشروع قانون الموازنة مبلغ 399 مليار دينار عراقي أي ما يقارب حوالي 360 مليون دولار من ضمنها تكلفة إجراء الانتخابات المحلية والتشريعية المفترض إجراؤها في يوم واحد وبالتالي المبلغ الذي يخصص لإجراء الانتخابات مرصود ضمن مشروع قانون الموازنة لهذا العام طيب سيد محمد يعني أعضاء اللجنة الآن يعدون ملاحظات حول مشروع موازنة عام 2018 إذا احتاجت هذه الملاحظات عودة إلى مجلس الوزراء ليتم المصادقة عليها ألا تعتقدنا لذلك هو تأخير ليس بصالح العراق في ظل الظروف الحالية سيد العزيز هناك ملاحظات ليس فقط من أعضاء اللجنة المالية كما تعلم من أعضاء اللجنة المالية ينتمون إلى كتل سياسية هناك ملاحظات من كتل سياسية بدأت الآن وسمعت الكثير من هذه الملاحظات هذا اليوم تحالف القوى العراقية لديه ملاحظات والكتل الكردستاني أيضا لديها ملاحظات ونواب المحافظات المنتجة للنفط قدمتهم نواب محافظة البصرة ومحافظة ذيقار ومحافظة ميسان لديهم اعتراضات حقيقية على قانون الموازنة إذا ما تم عقد الجلسة يوم غد واكتمل نصابها الجلسة الاستثنائية هناك توجه لست ناطقا باسم أحد لكن ما سمعته اليوم بعد انتهاء الجلسة إنه إذا ما اكتمل نصاب جلسة يوم غد ربما ستصوت الكتل المعترضة على الموازنة برفضها وإعادتها إلى الحكومة للأخذ بهذه الملاحظات أبرز هذه الملاحظات لدى الكتل الكردستانية وحسب ما سمعت كانت تندرج حول نسبة محافظات الإقليم محافظات إقليم كردستان وكذلك نسبة التخصيصات السيادية التي تجاوزت أربعين تريليون كما ذكر تقريرهم أو ملاحظاتهم وأيضا هناك ملاحظات من تحالف القوى العراقية تتعلق بالأموال المخصصة لإعمار المناطق التي تعرضت لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي وكذلك لدرجات حركات الملاك في هذه المناطق التعويضية حيث أن موازنة 2017 و2018 أوقفت التعيينات بشكل نهائي أيضا رواتب الإدخار غير مدرجة ضمن فصل تعويضات الموظفين وهي رواتب أكثر من ثلاث سنوات لموظفي المناطق الخاضعة لسيطرة داعش إضافة إلى ملاحظات أخرى منها ما يتعلق بصندوق الإعمار ومنها ما يتعلق بالصلاحيات في هذه المحافظات إضافة إلى ملاحظات نواب محافظات البصرة وميسان وذيقار التي تتعلق بأن هناك فقرة بالموازنة وردت وهي أنه قانون رقم 21 أكد على 5 دولار نسبة المحافظة المنتجة للنفط من البرميل النفط تم تعديلها بقوانين الموازنة السابقة وخاصة قانون 2016 و2017 إلى 5% هذا العام وردت فقرة في قانون الموازنة تتعلق بأنه إذا كانت المحافظة تنتج النفط والغاز وفيها مصفة تنتج المنتجات النفطية عليها أن تختار أحد هذه الامتيازات وليس لها الحق باختيار النسبة المخصصة على إنتاج الغاز والنسبة المخصصة على المنتجات النفطية والنسبة المخصصة على إنتاج النفط الخام لذلك إضافة إلى اعتراضات أخرى تتعلق بالبنى التحتية وتتعلق بالمشاريع الاستراتيجية وأيضا اعتراضات رئيسية تتعلق بسياسة توجيه القروض هناك رأي في مجلس النواب يقول يجب أن لا نذهب بالقروض لكي تصرف على التشغيلية وتصرف على الرواتب وعلى التسلح وعلى غيرها من القضايا يجب أن توجه القروض إلى مشاريع استراتيجية استثمارية كبرى تسد نفسها بنفسها مثل مشروع ميناء الفاو ومطار بغداد جديد بدل هذا المطار أو كمال مصفى بيجي أو سد مكهول أو سد بادوش أو غيرها من السدود وبالتالي أن نذهب باتجاه قروض تكبل الأجيال القادمة مبالغ وفوائد وغيرها وتدفع هذه الفوائد من واردات العراق ودخله القومي لسنوات طويلة هناك اعتراضات أنا رئيسا للجنة المالية لست متبنيا لأي وجهة نظر من هذه وجهة النظر هذه وإنما أستلم هذه الملاحظات من الكتل السياسية وستعرض على مجلس النواب والقرار بالأخير هو لمجلس النواب ونأمل من الحكومة أن تتعاطى بشكل إيجابي مع هذه الملاحظات سبب الضجة التي حصلت هذا اليوم أو الاعتراضات الشديدة التي صاحبت وصول قانون الموازنة تتعلق بطعن الحكومة لسنتين متتاليتين في موازنة 2016 وموازنة 2017 أغلب النقاط كان هناك اتفاق عليها بعد أن وصلت الموازنة من مجلس الوزراء وتم الحديث فيها ربما بعضها لا لكن بعضها تم الحديث فيها لكن وزارة المالية عندما كلفت بالطعن وذهبت إلى المحكمة الاتحادية وطعنت بالموازنة بدأت الكتل السياسية تريد أن تتفق على كل التعديلات مع الحكومة قبل التصويت ابتداء سيد محمد وهذا ما تطرق إليه رئيس البرلمان عندما عرج على أن هناك أيضا لقاءات ستجمع بين الكتل الأنيابية والسلطة التنفيذية للوصول إلى تفاهمات كما ذكرت قبل قليل بأن المعترضين ربما سيصوتون بالضد من الموازنة ولكن كل الملاحظات التي ذكرتها هي ليست جديدة ربما بعضها هي حاجات ضرورية إلى هذه المحافظات لماذا اليوم لم يتم الأخذ بالاعتبار في موازنة 2018 لهذه الاحتياجات؟ هذا السؤال يفترض تستضيف الناطق باسم الحكومة أو ممثل عن الحكومة ولكن يمكن الحديث معك سيد محمد من ناحية المالية هل اليوم العراق لديه أجز لا يستطيع الوقوف عند هذه الملاحظات لسدها ماليا؟ بصراحة الوضع المالي فيه صعوبة لنتكلم بصراحة والتصنيف الاعتماني للعراق فيه صعوبة إضافة إلى شروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وشروط الدول المقرضة للعراق أستطيع أن أقول أنها كبلت إلى حد ما سياسة العراق وخاصة سياسة الإنفاق الكثير من حالات الإنفاق التي ذكرت في الموازنة أعتقد أنها أرقام على الورق لن تستطيع الحكومة الإيفاء بهذه الالتزامات لأن الموازنة التشغيلية التي من ضمنها الرواتب تستهلك أغلب الإرادات وكما تعلمون أن الإرادات النفطية من الموازنة تتجاوز ما نسبته 93% من الإرادات ولذلك الوضع المالي فيه صعوبة لكن معالجة الكثير من الملاحظات التي طرحتها الكتل السياسية هي ليست مستحيلة نعم سيد محمد هل تعتقد أن الموازنة وقانون الموازنة سوف يكون ضحية لقوانين أخرى أو بعض البنود في قوانين يراد منها أن تمرر مثلا في قانون انتخابات مجلس النواب أو قانون مجالس المحافظات وبالتالي العراق هو المتضرر والعراقي هو المتضرر من هذه الموازنة أنا أعمل حقيقة أن تتعاطى الحكومة بشكل إيجابي مع الملاحظات التي ستقدم من الكتل السياسية لأننا نريد أن نفصل بين قانون الانتخابات وقانون الموازنة هناك من يقول أن قانون الانتخابات إذا لم يتم إقراره سنلجأ إلى القانون القديم هذا صحيح لكن الموازنة المخصصة إلى الانتخابات تحتاج إلى غطاء قانوني تحتاج إلى إقرار للموازنة لا تستطيع جهة أن تصرف مبالغ إجراء الانتخابات بدون قانون لأنها ستكون غير مغطاة من الناحية القانونية وهذه مبالغ كبيرة لذلك أتمنى الفصل بين الحالتين والتعاطي مع الملاحظات بشكل إيجابي لكي نصل إلى حلول وسطى لتجاوز العقبات التي تحول دون إقرار الموازنة مشروع قانون الموازنة مشروع مهم يتعلق بحياة الناس لكن أيضا الملاحظات التي طرحت من قبل بعض الكتلة السياسية وخاصة انتحال في القوى العراقية ملاحظات مهمة منها ما يتعلق برواتب الادخار منها ما يتعلق بالإعمار منها ما يتعلق بتخصيص مبالغ مالية أو تعويضات للذين تهدمت دورهم أيضا مبالغ تتعلق بصيانة البنى التحتية لكي نعجل بإعادة الناس كما تعلم أن المبلغ الذي وضع في صندوق الإعمار مبلغ بسيط لا ينسجم وحجم الدمار والضرر الذي تعرضت له المناطق التي خضعت لسيطرة تنظيم دعش الإرهابي على سبيل المثال جسور الموصل الخمسة إلى الآن يعمل جسر واحد وجسر بعد إصلاحه طبعا بقطع حديدية والجسور الخمسة المتبقية إذا ما وجهنا كل المبالغ التي رصدت في صندوق الإعمار هذا العام لصيانة أو لإعمار جسور الموصل المتبقية الأربعة أعتقد أن المبالغ لن تكون كافية إلا لإعمار جسرين ناهيك عن أن أكثر من 28 جسر على الطريق السريع وعلى نهر الفرات في محافظة الأنبار أيضا قد تم تدميرها ناهيك عن القضايا الأخرى التي تتعلق بمشاريع المياه ومشاريع الكهرباء ومشاريع الصرف الصحي والمستشفيات والمدارس وغيرها لهذا هناك من يقول أننا سنعول على مؤتمر المانحين الذي سيعقد في الكويت قريبا لكن أعتقد أنه إذا هذا نتأمل أن يكون هناك دعم لكن إذا لم يكن هناك دعم هل من المعقول أن جميع الواردات النفطية التي تتجاوز الـ 75 تريليون حسب ما جاء في الموازنة لم يخصص منها مبلغ لإعمار هذه المناطق أو الواردات غير النفطية التي إذا ما أضيفت لها ستتجاوز 90 تريليون لم يخصص منها مبلغ ينسج محجم الدمار ونبقى ننتظر مؤتمر المانحين أعتقد أن نحتاج إلى وقفة جدية في ما يتعلق سيد محمد بالإضافة إلى الملاحظات التي ذكرتها هناك تخوف من إعادة السيناريو الذي حصل للموازنة في عام 2014 وتحميل الموازنة ما تحملته في 2014 هل يمكن أن نعديل تلك النقطة؟ أعمل وسنسعى ونعمل بأن لا نعود أو نكرر سيناريو 2014 مشروع الموازنة مشروع مهم والوضع المالي بشكل صريح والبيانات المالية وبيانات بيع النفط والواردات على الأقل لنا اللجنة المالية تريدنا بشكل شهري ونعلم ما يدخل وما يخرج من الإنفاق وبالتالي الوضع المالي لا أستطيع أن أقول أنه وضع مطمئن ونحن نعيش فيه بحبوحة الوضع المالي فيه صعوبة والحكومة بصراحة لديها تحديات كبيرة فيما يتعلق بالتعامل مع الموارد المالية لكن كما قلت أتأمل وأأمل أن تتعاطى بشكل إيجابي مع الملاحظات التي تقدم من الكتل السياسية ومن نواب المحافظات المنتجة للنفط وأن نصل إلى حلول وسطى أو حلول وسط لكي نمضي بتشريع هذه الموازنة لأن بأغلب أحاديثي هذا اليوم مع النواب بشكل منفرد ومع كتل السياسية لم أجد نية حقيقية لدى أغلب الكتل السياسية بأن تعطل تشريع قانون الموازنة لكل حريص على تشريع هذا القانون لكن يريد أن يتجاوز الملاحظات التي يؤشر عليها نعم سيد محمد تميم رئيس اللجنة المالية شكرا جزيلا لك في الرأي شجاعة فائقة وفي الخبر سرعة فائقة وفي الصورة دقة فائقة الشرقية نيوز HD عبر نايل سات وعلى التردد عشرة ألاف وثمانمائة واثنان وتسعون كولاريزيشن أوريزنطان سيمبول ريت سمعة وعشرون ألف وخمسمائة F.E.C. خمسة على ستة الحصاد مستمر من الشرقية نيوز أتوات وابتزاز علني عند مدخل ميناء أم قصر الشمالي ومعلومات جديدة عن أخطر شحنة مخدرات تدخل العراق يكشفها قائد عمليات البصرة للجمهورية السالسة ترقب في بغداد بعد أنباء عن خسخصة جبايات مياه الإسالة ومرث نينوى الدولي يعيد رياضي العرب إلى الموصل أكد الناب عن التيار المدني فاق الشيخ على استحالة الوصول إلى صيغة توفقية حول قانون انتخابات مجلس نواب قبل تاريخ العشرين من الشهر الجاري واتوقع الشيخ على الاتفاق على مسودة قانون انتخابات البرلمان العراقي في شهر الشباط أو آذار من العام الجديد بسبب كثرة الخلافات والرؤى بين الكتل السياسية فيما يخص كتاب المفوضية مفوضية الانتخابات لنا بأن نعد القانون ونشرعه حتى أخصى يوم 20-12 ديسمبر كانون أول هذا الشهر وأعتقد وأجزم ليس فقط أعتقد بأننا لا نستطيع ليس الخلل فينا لا وإنما لكثرة الخلافات في الكثير من الرؤى والسياسات حول هذا القانون تحديداً هناك قوانين يعني أقل أهمية من قانون انتخابات مجلس النواب واستغرق عندنا تشريحها إذا لم أقل شهوراً فسنوات قطعاً وهذا موجود وواكبنا وشفناه زين فكيف أنت تريد من عدي قانون مجلس النواب اللي هو على كل مادة فيه أكو خلاف أنا يوم 20-12 أقدمي الكياه والآن كلجنة مصغرة شكلت خاصة في اللجنة القانونية من خمس أعضاء أنا أحد أعضاءها وعارف شين هي الخلافات والكتل ماذا تريد إذن لن ينجز يوم 20-12 يعني حتى ما أحبط المفوضية عدي شك حتى في شهر واحد أو كانون الثاني من عام 2018 ممكن أن نخلص عندي شك أشك يجوز بشباط بآذار من الممكن أن ينجز هذا القانون وأعلن نافق الشيخ علي عن ما أسماه جائزة عبر الشرقية نيوز قيمتها 100 مليون دينار لأغلب حملة شهادات أو حملت شهادات الدكتوراه في العراق بأن يكتبوا له سطرين باللغة العربية دون أخطاء نحوية من خلال الشرقية أنا راح أعلن الآن عن جائزة قيمتها 100 مليون دينار عراقي وأرجو أن يعرف هذا في الحصاد لأغلب حملة الدكتوراه حتى لا أقول كل حملة الدكتوراه حتى لا يزعل البعض لأغلب حملة الدكتوراه أن يكتب لي صفحة كاملة بإيده وبموضوع أنا أحددي لها مو هو يحددها بس أمامي يكتب من دون خطأ إملائي أو نحوي أو صياغي يالله أوه مو عربي مو خريجي العراق مو ماخد دكتوراه فنه 100 مليون دولار دينار إله ما يقدر صعبه التعليم بالآونا الأخيرة متردي للغاية فمو هذا المعيار ما ليش هداني جاي أشوف الآن نواب ووزراء ويكتب كلمتين سطرين بهن خمس أخطاء نحوية وإملائية وصياغية وبالعبارة ما يعرف الهمزة وين تقعد على الكرسي لو على الألف لو على الواو ما يعرف يستحيل إذا قدر يدبر شجلون تريدني أنا أقعد بالبرلمان كل حمل الشهادة يعني لو تخلونا نحكي صدوق لو تشهد ووصف النايب عن التحالف الوطني علي البديري جلسة مجلس النواب الاستثنائية بأنها بائسة لأنها خصصت لمناقشة عمر المرشح وشهادته بقانون انتخابات مجلس النواب وقال البدار في مؤتمر صحفي أن البرلمان فوجئ بحملة استباقية تتعلق بقانون الموازنة العامة متوقعا بأن تتصاعد المزايدات لاستمالة أصوات الناخبين والموازنة هي الضحية مجلس النواب المشكلة اليوم يعني هاي جلسة طارئة هل انه هل بالإمكان أن يكون عمر المرشح 28 لو 30 سنة الشهادة اعدادية لو جامعية يعني اليوم جلستنا طارئة وبعض الاستثنائية وبعض النواب اجوا من مناطق بعيدة لغرض مناقشة ذن النقطين وهذه كارثة وفوجئنا أنه يوجد توجد هناك حملة استباقية حملة إعلامية استباقية بما يخص قانون الموازنة يعني هاي الموازنة مشكلتنا احنا هاي الموازنة الزامنت مع موضوع الانتخابات وبالتالي اليوم استشعرنا موضوع أنه هناك إطالة موضوع الموازنة وأنا باعتقاد رح تاخد وقت أطول لأنه بدأت المنابر الإعلامية تتصاعد وبدأ كل نائب يبحث عن الإرضاء للناخب وأصبحت الموازنة هي الضحية وهدد عدد من نواب المحافظات المنتجة للنفط بمقاطعة جلسات البرلمان العراقي المقبلة في حال عدم تضمين مطالبهم في مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2018 وقال النائب زاهر لعبادي في مؤتمر صحفي إن لدى نواب المحافظة مطالب واضحة على الحكومة تنفيذها لتمرير الموازنة من بينها تضميم مستحقات البيترودولار وأن يتم إدراج تخصيصات للحجم والاستحداث لوزارة التربية والكهرباء والبلديات لتثبيت العقود والأجور اليومية لاحظنا بأن هذا القانون لا يلبي رغبات ومطالب واحتياجات المحافظات المنتجة للنفط والغاز وبناء على ذلك تم عقد اجتماع من قبل هذه المحافظات والمتمثلة بمحافظة البصرة وميسان وذيقار والكوت وتم التوصل إلى النقاط التالية الواجب تضمينها في قانون الموازنة أولا يخصص مبلغ مقداره 5 دولار من إيرادات النفط الخام المنتج في المحافظة ومن إيرادات النفط الخام المكرر في مصافي المحافظة ومن إيرادات الغاز الطبيعي المنتج في المحافظة ثانيا تعتمد نسبة 50% من الإيرادات القمرقية للمنافذ الحدودية في كل محافظة للتصرف بها من قبل المحافظة ثالثا يتم احتساب المستحقات المالية التي في ذمة الحكومة من البترو دولار بعد إجراء عملية التسوية والحسابات الختامية كديون متراكمة يتم تزديدها عند الوفرة المالية رابعا أن يتم تخصيص درجات الحذف والاستحداث لوزارة التربية والكهرباء والبلديات للتثبيت العقود والإجور اليومية وبخلاف ذلك سوف يتم مقاطعة جلسات مجلس النواب العراقي في الأيام القادمة نتيجة لعدم تضمين هذه المطالف في القانون بعض الانتصارات على داعش عسكريا الرئيس الفرنسي يدو الحكومة العراقية إلى تفكيك جميع الفصائل بما فيها الحزد الشعبي في شأن المفصل أعلن رئيس حكومة كردستان جربان البارزاني بأن الاستبتاء أصبح من الماضي وأن الأقليم مستعد لإجراء حوار مع الحكومة الاتحادية في بغداد على أساس الدستور البارزاني أكد في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في باريس بإمكان فرنسا تلعب دورا مهما لإنهاء الأزمة بين بغداد وأربيلا مشير إلى أنه ناقش مع ماكرون أربع نقاط رئيسة من بينها الانتزام بوحدة العراق عبرنا عن وجهة نظرنا للرئيس ماكرون بشأن الأزمة مع بغداد ونحن على استعداد للالتزام بعراق في دارين موحد بعد أن أصبح الاستفتاء وراء ظهرنا نتصور أن بإمكان فرنسا أن تؤدي دورا مهما في حل الخلافات بين كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد وقد أعلننا مسبقا أنه لا توجد لدينا مشكلة بوجود السلطة الاتحادية في المعابر الحدودية نحن ملتزمون أيضا بحوار بناء وفق الدستور وبجميع قرارات المحكمة الاتحادية من جهة جدد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون دعمه لعراق موحد فدراليا داعيا الحكومة العراقية إلى تفكيك كل الفصائل المسلحة بما فيها قوات الحج الشعبي وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة كردستان قال إنه مقتنع بأن إجراء حوار بناء بين بغداد وأربيل قد يؤدي إلى رفع القيود المفروضة على الإقليم فرنسا تدعم عراق موحدا فدراليا ضمن الدستور يتم فيه احترام حقوق جميع المكونات كما إننا ندعم حوارا وطنيا في العراق هذا الحوار يجب أن يحتوي على هدفين ضمن أربع نقاط مهمة وهي احترام دستور العراق بجميع مواده وفرض سلطات الحكومة الاتحادية في جميع المنافذ ويجب أن لا تبقى ميليشيات في العراق وتوزيع الموارد بالتوازن من الضروري تطبيق نزع سلاح تدريجي خاصة فيما يتعلق بقوات الحجد الشعبي التي رسخت وضعها في السنوات القليلة الماضية في العراق وتفكيك كل الفصائل المسلحة تدريجيا في هذه الأثناء قال رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزرين أن شعب كردستان لن تنكسر إرادته ولن يرفع الرأي البيضاء للظلم والخيانة أكد البارزاني خلال لقائه أعضاء المكاتب والمؤسسات الداخلية للحزب الديمقراطي أن أبواب أقلين كردستان مفتوحة للمفاوضات مع العراق إلا أنه من الأفضل لأي شخص لا يلجأ إلى حرب الإرادة مع كردستان وعن الأوضاع السياسية الداخلية في كردستان قال البارزاني أن أفضل حل تلك الأوضاع حاليا هو الذهاب إلى الانتخابات استغرب النواب الكرد في البرلمان العراقي من وصول موازنة عام 2018 إلى البرلمان دون تحديد حصة الأقليم برقم معين والاكتفاء بذكر فقرة أن حصة الأقليم تعتمد على إجراء إحصاء سكاني في محافظات كردستان الثلاثة في البداية أولا الموازنة التي أتت من الحكومة إلى مجلس النواب لا تحمل في طياتها أي رؤى اقتصادية بأن تكون هناك تنمية زراعية تنمية اقتصادية تنمية تجارية لرفع المستوى الاقتصادي العموم الشعب العراقي أما نحن في الكتل الكردستانية فبالتأكيد اعتراضاتنا أولا هناك خرق دستوري واضح عندما تذكر كلمة حكومة محافظات تقليم كردستان أقليم كردستان هو أقليم دستوري وفق الدستور الذي يقرر في عام 2005 مسألة ثانية تخفيض نسبة تقليم كردستان في الموازن من 17% إلى 12% إلى 67% هذا أيضا خرق الاتفاق السياسي جرى في عام 2005 بأن يكون نسبة 17% لحين إجراء تعداد سكاني ولمجراء تعداد سكاني في العراق بالتأكيد لنا هناك اعتراض على النسبة التي خصصت إلى كردستان في بادئ لمكانة نسبة 12.67% وهذه نسبة قليلة جداً بالنسبة لإقليم كردستان لكن عندما عادت إلى الحكومة ومن ثم عادت اليوم المجلس النواب لمناقشتها نحن قاطعنا جلسة لأنه جاء في الموازنة لم يأتي رقم بل كانت حسب عدد السكان المحافظات وهذه المشاكل مثلاً من القبل محددة خاصة لدى إقليم كردستان حصة 17% هسا ما بها أي حصة داخل الموازنة لإقليم كردستان ما ذكره اسم محافظة الحلبتة يعني هسا محافظة 17% بالعراق محرومة من الموازنة نحن محتاجين لنتوضيح على هذه المحرومة من هذه المحافظة لأن حلبتة عندها خمسة آلاف شهداء الكيميائي هذا يعني نتيج شنو سبب لحرمان من الموازنة العراقية نرحب بضيفنا سيد ماجد شنقاليا نائب عن الحزب الديمقراطي سيد ماجد أهلاً بك معنا لديكم اعتراضات كبيرة حول موازنة 2018 تم طرح هذه الاعتراضات بخصوص عدم تحديد رقم معين إذن ماذا عن نسبة 17%؟ في البداية مساء الخير لك ولزميلك ولمشاهدي قناة الشرقية الكرام حقيقة هناك نسبة محددة ولكن ذكرت في النفقات الحاكمة لو قسمت المبالغ المحددة للأدوية ولشراء المحصولين للحنطة والشلب وغيرها تلاحظين بأن نسبة محددة لإقليم كردستان هي 12.67% أي أن عدم ذكره هو فقط تلاعب والنسبة الحقيقية المعتمد عليها في الموازنة 12.67% وهذا حقيقة خرق للاتفاق السياسي الذي تم بين الكتل السياسية في عام 2005 على أن تحدد نسبة تقليم كردستان بـ 17% ولا تتغير إلا بعد إجراء تعدى سكاني ولا يوجد أي تعدى سكاني جرى منذ عام 2005 ولحد الآن فعلى أي شيء اعتمد السيد العبادي بتغيير هذه النسبة من 17 إلى 12.67% حقيقة نحن نراها انتهاك لحقوق إقليم كردستان ما لم يكن هناك تعدى سكاني في أقرب فصة للوقوف على الواقع الحقيقي سواء كان 13% أو 14% أو 12% أو 100% سنة أرضى لأن هذا هو الواقع الحقيقي لشعب إقليم كردستان طيب سيد ماجي هل تعتقد ستمرر هذه الموازنة لعام 2018 دون الرجوع إلى إقليم كردستان دون إحصاء سكاني أو تعداد سكاني كما ذكرت حضرتك لماذا لم تتوجه بالسؤال للسيد العبادي حول الآلية الجديدة والنسبة الجديدة وعدم الاتفاق الذي ذكرته عام 2005 بعض السياسين يقول ليس دستور بالتأكيد هو ليس دستور ولكن أغلب ما تم التعارف عليه في العراق هو التوافق سياسي واتفاق سياسي هل هناك شيء مذكور في الدستور أن رئيس الوزراء الشيعي ورئيس مجلس النواب سني ورئيس الجمهورية الشيعي لا يوجد هذا اتفاق سياسي أيضا هذا اتفاق سياسي المسألة الأخرى هي ليست فقط اعتراضات للكتر الكردية اليوم اعتراضات لاتحاد القوة على الكثير من الأمور الواقعية جدا اعمار المناطق المتضررة تعويضات المتضررين الادخار الإجباري للموظفين الذين كانوا يرزخون تحت عصابات داعش الإرهابية مساء البناء البناء التحتية في هذه المحافظات وأيضا المحافظات المنتجة للنفط لديها اعتراضات اليوم هناك من يطالب بالقراءة الأولى والتعديد من المناقشة الثانية هذا لا يمكن لو تمت القراءة الأولى وعدلنا وأضفنا فقرات سيطعم فيها السيد العبادي كما طعنا في موازنتي عام 2016 و2017 يجب أن يكون هناك إعادة لمشروع الموازنة للحكومة ولقاء ممثلين عن الكتل السياسية جميعا بالسيد العبادي والحكومة للتوصل إلى صيغة تفاهم على المطالب نحن لا نقول بتنفيذ كل المطالب ولكن تصل موازنة يمكن تمريرها في البرلمان لا يمكن تمرير الموازنة الحالية في البرلمان لأن لديها اعتراضات كثيرة جدا وإطالة أمدها لا يسهم في بناء عراق جديد بعد الحرب ضد داعش والانتصار على داعش طيب ولكن سيد ماجد كيف يمكن التفاهم مع شرط التعداد السكاني موازنة 2018 كما ذكرت قبل قليل ستطرح للمناقشة وربما يتم عليها بعض التعديلات ولكن لا تملك الوقت الكافي لإقرارها ومن ثم القيام بتعداد سكاني ومن ثم إقرار الموازنة بنسبة مما يخص الجانب الكردي اليوم مسألة سيدتي العزيزة هي ليست مسألة 17% أو 12% أو 67% نحن اليوم نبحث عن حقوق موظفي ومتقاعدي ورواتب الرعاية الاجتماعية ورواتب البيشمرقة لا تهمنا النسبة بقدر تأمين رواتب هؤلاء الموظفين حتى مسألة الموظفين المذكور 682 ألف موظف نحن عدد الموظفين يفوق هذا العدد وعلى السيد العبادي بعد أن قام في 16 أشرة بما يقوم بعملته في كاركوكو المناطق المتنازع عليها أن يعمل على تأمين رواتب جميع موظفي العراق موظفي قديم كردستان والمحافظات الأخرى وهذه حقوق لهؤلاء الموظفين وعليه أن يرسل وفود فنية للتفاهم مع وزارة المالية في حكومة الأقليم وتأتي وفود فنية وهناك شريقات قد سجلت هؤلاء الموظفين نحن درجة الأساس تأمين رواتب هؤلاء الموظفين الذين يعانون لم يستلموا رواتب منذ أكثر من ثلاثة أشهر وهم يعانون أشد المعاناة خاصة بعد ما حصل وسيطرت الحكومة على أغلب الحقول النفطية واليوم حكومة تقديم كردستان بالواقع الجديد 230 ألف برميل يوميا لا تستطيع تزديد رواتب هؤلاء الموظفين إذا لم يتم حل المشكلة مع بغداد نعم سيد ماجد ننتقل إلى ملف آخر زيارة السيد نجربان البارزاني فتحت أبواب قصر الإليزية ماما السيد نجربان بارزاني وأعلن من هناك بأن الاستفتاء أصبح من الماضي والإقليم مستعد للحوار مع بغداد ماذا يقصد هنا باعتقادك أن الاستفتاء أصبح من الماضي هل هي رسالة إلى الرأي العالمي بأن كردستان اليوم تستطيع أن تتنازل عن الاستفتاء إنها رسالة إلى بغداد بأن الاستفتاء أجرية وأصبح من الماضي نريد الحوار بوجود الاستفتاء بالتأكيد كلام السيد نجربان بارزاني واضح بأنه يلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية الاستفتاء جرى ولكن قرار المحكمة الاتحادية الذي سيلتزم به رئيس حكومة الأقليم اليوم بأن نتائج الاستفتاء ومخرجاته وآثاره ليست دستورية وهذا واضح الاعتراف والالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية لن يبقي أثرا للاستفتاء وأصبح من الماضي ولكن بغداد لا تسمع ولا تنصد وتهمل كل طلبات سواء حكومة تقنية كردستان وحتى المجتمع الدولي لهذا اليوم بطلب الحوار مع بغداد لحل المشاكل العالقة وحقيقة اليوم نتشرفا برزاني كان واضح بقبول وجود سلطات اتحادية في المطارات والمنافذ الحدودية والالتزام بالدستور والعمل في عراق فدرالي موحد كل هذه هي الطلبات التي طالبت بها الحكومة الاتحادية مع أيضا الالتزام بتطبيق المادة 140 من الدستور وبما نحن نعيشه من مرحلة حالية يجب على الجميع أن يعمل على حل المشاكل العالقة والذهاب إلى بناء واقع جديد في العراق وفي العلاقة بين بغداد وقليم كردستان ولكن سيد ماجد سيد مسعود البرزاني يقول عكس ذلك يقول لن يرفع الراية البيضاء كيف يمكن فهم تصريحات سيد نتشرفان البرزاني وتصريحات سيد مسعود البرزاني بخصوص ما يمر فيه الإقليم اليوم وقبل قليل تحدث بأن كل ما حصل بين أربيل وبغداد كان عن طريق تفاهمات منذ 2005 وقبل ذلك ونتج عنه علاقات كبيرة على مستوى الحكومات المتتالية السيد الرئيس مسعود البرزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني كان واضحا بأن باب الحوار وأبواب أربيل مفتوحة للحوار ولكن الضغوطات التي اليوم تمارسها بغداد على أربيل هي تعهدت بدفع الرواتب والمستحقات ولم تدفع وهناك اليوم حصار على المطارات والمنافذ الحدودية وحصار على أقليم كردستان في الكثير من النواحي لذلك بالتأكيد إذا ما استمر هذا الضغط والحصار فبالتأكيد كردستان لن ترضغط مطالبها مهما كان لأننا نريد حوار بدون شروط ونحن من خلال رئيس الحكومة اليوم وقبل ذلك أيضا قلنا بأننا نريد حوار وفق الدستور ونلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية ولا مانع لدينا من التفاهم حول استلام السلطات الاتحادية للمطارات والمنافذ إذا كانوا يريدون استمار في مثل هكذا ضغوط على أربيل بالتأكيد أقليم كردستان لن يستمر بالتنازلات الكبيرة والكثيرة إلى آخر حد واليوم والكل يعلم بأن المجتمع الدولي الولايات المتحدة قبل ذهاب السيد جيرفان برزاني إلى فرنسا كان السفير الفرنسي في زيارة إلى أربيل ومن ثم إلى السليمانية أيضا رسالة من وزير الخارجي البريطاني وغيره من الأمور لذلك اليوم حقيقة المجتمع الدولي يدعم حكومة وشعب أقليم كردستان في أن يكون هناك حوار جاد وأن تكون هناك حكومة أو أقليم كردستان قوي ضمن عراق فدرالي موحد لكن سيد ماجد يقال أن بغداد تريد إقرار خطي بإلغاء الاستبتاء وليس كلام دبلوماسي كما صرح السيد نيجرفان برزاني رئيس حكومة تقليم كردستان تعتقد إذا بقي الوضع كما هو عليه يعني مطارات مغلقة وتجديد كبير على أقليم كردستان هل تعتقد أن حكومة تقليم كردستان سوف تقر خطيا بإلغاء الاستبتاء والبدء بمرحلة جديدة؟ أعتقد أن مثل هكذا أمور هي ليست موجودة لا في العلاقات ولا في الحوارات اليوم الاعتراف والالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية هو أسلوب التعامل بين كل الدول الفدرالية اليوم في إسبانيا مع أن أقليم كردستان ليس أقليم فدرالي هو يتمتع بالحكم الذاتي وأقل من الأقليم الدستوري ولكن مع ذلك أصدرت المحكمة الاتحادية قرارات وهي التزمت بها لذلك اليوم أيضا التزام حكومة أقليم كردستان بقرارات المحكمة الاتحادية معناه أن الآثار والنتائج المترتبة على الاستفتاء جميعها أصبحت من الماضي لذلك يجب على بغداد إلغاء كل القرارات الصادرة حول المطارات والمنافذ الحدودية والعمل على التنسيق مع أربيل لنشر موظفي ومراقبين في المطارات وأيضا في المنافذ الحدودية إذا كانت جادة في حل المشاكل والعمل على دفع مستحقات ورواتب موظفي الأقليم الذين تعهد السيد العبادي بدفعها منذ الأيام الأولى ولم يدفع لذلك مسألة الإقرار الخطي أراها ليست موجودة في أي علاقة بين أقليم وحكومة اتحادية المسألة إذا ما كان هناك خلاف المحكمة الاتحادية هي تحلل الخلاف والالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية معناه مضي هذا الأمر ويصبح من الماضي نعمل نابع الحزب الديمقراطي الكردستاني سيد ماجل شنقالي شكرا جزيلا لك تكريس للجهل في القرن الحادي والعشرين دعوات فرلمانية لاعتماد شهادات الإعدادية فما دون بدل الشهادات الجامعية والعليا في انتخابات الفرلمان العراقي هتاوات وابتزاز علني عند مدخل ميناءهم قصر الشمالي ومعلومات جديدة عن أخطر شحنة مخدرات تدخل العراق يكشفها قائد عمليات البصرة الجمهورية السالسة أكد وزير التقطة العراقي سلمان الجميل أكد أن حقوق الشعب الكردي محفوظة بالكامل لدى الحكومة الاتحادية في بغدان وقال خلال مؤتمر صحفي في النجف أن وزارته تركز على القرارات التي تصب في صالح تنمية القطاع الخاص ومنع صلاحيات أو منحها أكثر للمحافظات في تعزيز لا مركزية ترسيخ مؤسسات الدولة فرصة كبيرة جداً لتجاوز الأزمات لا سيما الأزمات المجتمعية المتعلقة بالقسامات الأثنية أو الطائفية أو الدينية أو القومية أعتقد الآن العراقيين جميعهم أدركوا أهمية وجود الدولة عندما تكون دولة حيادية تدير وتتعامل مع كل مواطنيها بنفس المسافة وهذا الأمر تحقق حتى بعد الأزمة مع أقليم كردستان اليوم أحنا شعبنا الكردي في أقليم كردستان هو جزء من الشعب العراقي ولهذا نحن مسؤولين مسؤولية مباشرة عن البطاقة التنوينية عن استحقاقات الفلاحين عن الرواتب يعني لا يوجد فرق بين مواطن موجود بالإسليمانية مع مواطن آخر بالبصرة كل هذه الأجواء ستساهم لتهيئة مرحلة لبناء الدولة إن شاء الله اللي هي راح تصير مرحلة ما بعد داعش أمنيا اختطف مسلحون مجهولون محاميا من ناحية يثرب قرب قضاء بلد في محافظة صلاح الدين وقالت مصادر محلية أن مسلحين مجهولين اختطفوا المحامي برزان حسن الأحبابي عندما كان في طريقه إلى عمله بين جسر الخشب ومدخل مدينة بلد القريب من ناحية يثرب وأشارت المصادر أن الناحية مغلقة أمنيا من جميع مداخلها مما يثير الاستغراب عن كيفية اختطاف المحامي في شأن آخر اتسعت الاحتجاجات الشعبية الرافضة لخصخصة الكهرباء لتشمل محافظات بغداد والنجف والذقار والبصرة ورفض مئات المحتجين يتقدمهم شيوخ عشائر مشروع الجباية الجديد ودعوا الحكومة العراقية إلى محاسبة الفاسدين الذين أضروا بالمال العام وتسببوا بأزمات الكهرباء كما طلب المتظاهرون بالكشف عن مليارات الدولارات المهدورة بسبب الفساد الإداري والمالي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة في تاريخ الحكومة الحالية كما كانت جولات التراخيص صفحة سوداء في تاريخ الحكومات السابقة وقال لبعيجي في مؤتمر صحفيا ملف خصخصة الكهرباء يكفي وحده لإقالة الوزير الحالي لأنه يقتصر على شركات تابعة لبعض السياسين المتنفذين في الدولة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لجباية الأموال إننا نؤكد إصرارا على استجواب وزير الكهرباء ولا يمنعنا أي حزب أو كتلة مهما كان حجمها السياسي من الاستجواب وإنما حصل في الجلسة الماضية من عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة الاستجواب التي افتعلتها كتلة الوزير فلن تحميه من الاستجواب حتى لو كانت آخر جلسة في الدورة الحالية وإننا نؤكد على أن ملف خسخصة كهرباء هو وحده كافي لإقالة الوزير ناهيك عن وجود شبهات فساد مالي وأداري في الوزارة لأنه مختصر على بعض الشركات التابعة لبعض السياسيين المتنفذين في الدولة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لجب الأموال وهذا هو نوع من أنواع الفساد بسرقة الأموال من جيوب المواطنين الفقراء فما هو عمل موظفي وزارة الكهرباء بعد الخسخصة خصوصا أن هناك آلاف الموظفين والعقود في الوزارة ما هو مصيرهم هل سيتم تسريحهم من الوظيفة أم يبقون قابعين في الوزارة ويتقاضون رواتب بدون عمل هذا وحذر مواطنون في بغداد من تطبيق تجربة خسخصة جباية أجور الكهرباء في ملف مياه الإسالة بعد الشروع بنصب عددات ذكية من قبل شركات خاصة في منطقة المنصور ويحذر مواطنون من أن الغضب إزاء خسخصة قطاع الكهرباء قد يمتد إلى قطاعات أخرى فيما يقول القائمون على الفكرة أنها ناجحة في بلدان عدة خطب عدل والتفاصيل بعد خسخصة الكهرباء صار المي بفلوس هكذا يقول أهالي بغداد بعد ساعات على نصب العدادات الذكية في منطقة المنصور مع محاذير أطلقتها فرق الماء الجوالة في تعرض أصحاب المنازل إلى المساءلة القانونية في حالة التلاعب بالمقاييس وهذا الماء اللي هسه حاليا جاي غسل به بلاش كم يوم وراح يصير بفلوس لأن الحكومة جايشت بالعدادات حاليا بغشرت بالمنصور قال المساء وغادي ما تجيكم شسمه رأسا يجي أبو العداد يطيكم ورقة أو إذا مو ورقة يحد يزلكم ياه على الانترنت هسه إحنا تحويل من الدولة الشراكية لدولة رئيس مالية لدوخ راسك هي حقيقة مو حقيقة هاي كوادر ماء بغداد تؤكد أن احتساب مبالغ الجباية ستستقطع بمقدار اللتر الواحد ما يعني وبحسب مواطنين أن السعر سيصل إلى 250 دينارا الأمر الذي سيثق الكاهل المواطن البسيط وأصحاب الدخل المحدود حس القراءات مع المقاييس رح تجينا عن بعد عن طريق المقاييس اللي سوناها هاي أجهزة الكترونية رح تدزلنا القراءات عن طريق البيتوية يعني رح يحاسف المواطن على اللتر خلنا نقول صرف على اللتر طبعا هو آخر شيء إحنا القراءات هي رح تجينا على شكل أمتار بس الأمتار هاي تقريب رح نسويها طربها نعم وكانت بغداد وست محافظات أخرى شهدت تظاهرات رافضة للخسخصة في ظل الوضع المعيشي الصعب فيما يقول آخرون أن التجارب الخسخصة عادت بنتائج إيجابية في عدد من دول العالم للشرقية نوز خطاب عادل بغداد نرحب بمراسل الشرقية نوز في بغداد خطاب عادل حول هذا الموضوع مرحبا بك خطاب يعني كما ذكرت في التقرير تم نصف ساعات لعدادات عفوا للمياه والبدأ بمرحلة خسخصة المياه بعد خسخصة الكهرباء رأي الشارع البغدادي هل انقسمها إلى نصفين مؤيد ومعارض بالتأكيد أمين يعني في بلد النهرين يصبح الماء بمقابل المال هكذا كانت تساؤلات المواطنين في أغلب أنحاء العاصمة بغداد الشرقية نوز رافقت هؤلاء المواطنين الذين كانوا قد تجمهروا أمام الأعداد الكبيرة من الفرق الجوالة التي كانت تصل إلى البيوت والتي كانت تدخل في الأزقة العامة في منطقة المنصور وهي تحمل أجهزة رقمية تسمى عدادات ذكية هذه العدادات نصبت لغرض يعني معرفة صرف المياه لدى كل منزل أو بيت عراقي الناس يعني لا زالوا في حيرة من أمرهم ما الذي يحصل ما الذي سوف يعني تجنيه هذه العدادات التي نصبت في أحياء بغداد المتفرقة يعني البعض منهم يتساءل لحد هذه اللحظة أنه يعني لم يتخيل أن في العراق في بلد النهرين يصبح الماء بسعر معين البعض يعني كشف لنا في اتصال هاتفي قبل هذا الحصاد قال بأن نود أن نبلغكم بأن المياه أو الأجور التي ستترتب على المياه تقاص بالمتر المربع الواحد أي ما يعني أن كل منزل في بغداد يحتاج أسبوعيا إلى عشرة ألاف دينار ما يعني بالشهر أربعين ألف دينار احتساب الكمية على المتر المكعب الواحد وكذلك أيضا تقاص هذه العدادات ضمن آلية متبعة تتبعها دائرة ماء بغداد من الكرخ والرصافة كذلك أيضا هناك تساؤلات من المواطنين عن مسألة يعني أمور كثيرة لا تزال غامضة أن هذه العدادات تقرأ عن بعد خصوصا وأن الفرق الجوالة تقول أننا يعني بمجرد مرورنا من المنزل نقرأ الكمية الصرف آليا أي ما يعني هناك يعني شيء من ما يسمى بالتقنية المركزية في داخل هذه العدادات لم يعرفها المواطن حقيقة ويحتاجون توضيح من الإدارة المعنية لهذا الموضوع طيب خطاب يعني هل ما زال الموضوع البعض نعم عذرا للمقاطع ولكن هل ما زال الموضوع محصور في منطقة المنصور أم تجاوز إلى بقية المناطق لا لا طبعا نعم نوارا طبعا يعني الموضوع هو بدأ في المنصور ويعني البعض أيضا من المناطق القريبة المجاورة في منطقة البيجية كذلك منطقة القادسية أيضا أبلغوا المواطنين بتحضير أو التهيؤ لنصب هذه العدادات الموضوع كما يعني تحدث لأحد المعنيين الذين كانوا من ضمن هذا الفريق والذي لم كان يرغب بالظهور لشاشة التلفاز لذلك أخذنا الموضوع بشكل طبيعي جدا وأخذنا المعلومات بشكل عام عن طبيعة هذا الموضوع وأنهم يعتزمون نصب هذه العدادات في كل أحياء العاصمة بغداد طبعا نوارا المواطن في بغداد انبر يعني المواطنين انبروا بين مؤيد ومعارض لهذه المسألة المؤيدين قالوا بأننا مع التقنين أو الترشيد لاستهلاك هذا الماء أو كمية الماء التي ربما تهدر عن طريق ناس في بغداد لم يكترثوا لموضوعة المياه أيضا الدائرة المعنية تقول أن هذا الموضوع هو أيضا من التحضيرات المهمة خصوصا مع انخفاض مناسب المياه في دجلة وكذلك أيضا حرب المياه التي يشهدها العراق حاليا وهناك أيضا خطط احترازية أخرى ربما لم تشهدها العاصمة بغداد لكن أول هذه الخطط كانت هي نصب المقاييس ومحاسبة المواطنين كإجراء ربما يجبر المواطن على التقنين والترشيد من هذه الكميات المياه التي ربما قد وصفوها بأنها ضائعة نعم خطاب عاد المراسل شرقيا شكرا جزيلا لكن ننوذ مشاهدين إلى الخبر العاجل الذي نريده أسفل الشاشة العبادية تلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون الرئيس الفرنسي يطلع رئيس الوزراء العراقي على تفاصيل اجتماعي مع رئيس حكومة اقليم كردستان اشتركوا في القناة الحصاد الحصاد مستمر من الشرقية نيوز تباينت ردود الفعل في الأنبار حول نصب سيطرة أمنية جديدة قرب منطقة الخمسة كيلو غربي الرمادي بين مؤيد لإخراج المظاهر العسكرية خارج المدن وبين معارض جراء تضييق الخناق على الحركة يقول المواطنون أن الوصول إلى مركز الرمادي بات يستغرق ساحة طويلة وأن المطلوب تسهيل الحركة بدل تعقيدها والاعتماد أكثر على الجهد الاستخباري فأسم الأنباري وطفاصيل اجراء أمني احترازي تمثل بافتتاح سيطرة جديدة مزودة بعجلة سونار لكشف المتفجرات عند مدخل منطقة الخمسة كيلو غربي مدينة الرمادي تسبب هذا الاجراء بتضييق الخناق على ساكن المناطق الغربية نسبة للمشكلة التي يعاني منها منطقة الخمسة كيلو ومنطقة السبعة كيلو فهي نقل السونار إلى مكان حقيقة هذا المكان هو من الناحية الأمنية لا أعرف هذا يعود إلى أهل الاختصاص ولكن هذا المكان الذي وجد فيه السونار حاليا حقيقة أخرج قسم كبير من أهالي منطقة الخمسة كيلو إلى خارج حدود مركز المدينة يعني إذا تروح للرمادي يراد لك ساعة ونصر إلى توصل الرمادي إذا عندك مريض عندك مريض يموت بالطريق ينام بالسونار يعني مشكلة السونار مشكلة يعني حتى هذا شارع الخدم يفتحوا علي قاموا يفتحوا علي اللوريات والقلابات وكسر حتى المجاري مواطنون أمباريون أطلقوا نداءاتهم للجهات المعنية وهم يتساءلون عن جدوى نقل هذه السيطرة من منطقة الثمنطعش كيلو ووضعها في مكانها الحالي الأمر الذي أضاف عبئا ثقيلا على كاهل أبناء مناطق غربي الرمادي فضلا عن قلقهم من المخاطر الصحية التي قد يخلفها المرور المتكرر عبر أجهزة كشف المتفجرات الخمسة كيلو مسددة كل الأفرق مالتهم يجعلنا منفذ واحد لو يحاولون السونار هنا لو يبعدون السونار يمنى الثمنطعش الخمسة كيلو لا شارع بيها مالأوادم لا بيها مدرسة لا بيها معاناة أكثر من القابلية ناهيك عن أضرار السونار للأطفال ماكو توعية انه هذا السونار بي أمراض خطيرة أكونالها تمر مرتياً وثلاثة وأربع عن طريق السونار فهذا أذية ويأمل مواطنون أمباريون أن تتخذ الأجهزة الأمنية إجراءات أمنية احترازية لتوفير الأمن والحماية للعائدين إلى مناطقهم المحررة باستخدام التقنيات الحديثة والاعتماد على الجهد الاستخباري دون اللجوء إلى وسائل التضييق المعتمدة في الكثير من نقاط التفتيش للأنبار للشرقية نيوز باسم الأنباري من الأنبار إلى نينوى حيث احتضل الشوارع الموصل مرة نينوى الدوليب الأول بمشاركة عراقية وعربية واسعة كرسالة سلام من المدينة التي كانت تحت سيطرة داعش لأكثر من ثلاثة سنوات وتنقل أكثر من ألف عداء بين الشوارع المدينة التي تصر على النبض بالحياة رغم تأخر عمليات الإعمارة جمال البدراني والتفاصيل من بوابة الرياضة تحاول أن تطرح عن نفسها مدينة الموصل كمدينة آمنة بعد أن تحررت من قيود داعش بطولة للماراثون انطلقت بمشاركة عدائين من دول عربية حاز لقبها الجزائري سليم البغدادي في مدينة كانت تصل فيها ارتداء الفانيلة والشرط الرياضي إلى الجلد أو السجن الفرحة الأولى هي أنه أول زيارة تاعي للعراق والفرحة الثانية هي مشاركتي في ماراثون نينوى الطبع الأولى ماراثون نينوى دولي للسلام والفرحة الثالثة هي سلام نينوى من فرض داعش تجري المدينة وتسابق الزمن لتعوض ما فاتها من سنين إنقضتها بحكم داعش لا ريارة لا ثقافة لا فن للبندقية الكلمة الفصل لكن الوضع يبدو مختلفا اليوم الموصل التي هجر منها الأقليات تسعى أن تثبت لك أنها مدينة للتعايش السلمي أنا شاركت بالماراثون حصلت على المرتبة الثالثة على المرتبة الثالثة والماراثون طيب أوجهه هذا الماراثون نوجه سلام للعالم إننا أحنا أمة واحدة من حين ما يفرقنا إن شاء الله إلى كل العالم أن الموصل عادت إلى وضعها الطبيعي بل أحسن من الوضع ما كانت أي قبل سقوط الموصل بكثير بونا تحتية للرياضة في الموصل أكثر من نصفها مدمر لكن الموصل نجحت بأن تقول لك بأن الرياضة الموصلية حاضرة بعد كل الأزمات والنكبات من الموصل جمال البدراني الشرقية نيوز لا يجد كبار السن والأطفال وحتى النساء في شوارع بغداد حرجا في التوقف أمام عربات بيع اللبلبي خلال أيام الشتاء الباردة طمعا في وجبة تحولت إلى تقليد شتوي متورث وتوفر عربات بيع اللبلبي فرص عمل لذوي الدخل المحدود شرط الالتزام بقواعد النظافة والطعم يشار إلى أن صحن اللبلبي هو طبق عراقي خالص لا يباع بهذه الطريقة في باقي مدن العالم سيف عبد الوهاب والتفاصيل ما أنحل الليل واشتد البرد حتى تهافت الجميع على عربات بيع اللبلبي كما تسمى في اللغة الدارجة أكلة شعبية عرفت قديما بصيحات بيعها فمنها اشتهرت لبلبي لبلوب وبعان ترسل جوب كل هذا من أجل جذب الناس وخصوصا الأطفال منهم رائحتها تعطل المكان وفوائدها تجعلها متصدرة على أطباق الشتاء الدافئة تعرف يعني الجو بارد وهذا يحتاجون للعالم إلى مثلا ندفه مرات يجون للأطفال لبلبيا لبلوب ويشي بعض المقولات يعني اللي حافظيها من الأجيان القبلهم ومع انخفاض درجات الحرارة وانتشار أمراض نزلات البرد الشائعة يلجأ بغداد يوني لعربات بيع اللبلبي المنتشرة في شوارع العاصمة سبردانة فاشتريتها على مودة الدفة بالإضافة طبعا أكيد الفوائد ماتسة أجواء كلش باردة واحد دائما تحسس في تكون فلاوانزا وغيرها واصبح الدواء ما يفيد ودائما تكون بالشتاء نستخدمها للنشرة للفلاوانزا لأنه حقيقة ملينا من الدواء الكيميائي أو الدواء الطبي ويجوب شوارع بغداد بايعون متجولون في عربات تحمل قدورا تتصاعد منها أبخرة تشد الناس أنوة إليها وينصح ذو الإختصاص بتكرار تناول الوجبات الشتوية الساخنة في حل للتخلص من الأمراض التنفسية الشائعة الشرقي نوصف عبدالوهاب بغداد علي عبدالله صالح يدعو اليمنيين للانتفاض على ميليشي الحوثي دفاعا عن وحدة بلدهم والتحالف العربي بقيادة السعودية يعلن دعمه لعودة اليمن إلى حاضنته العربية فرضت القوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح سيطرتها على مواقع عدة في العاصمة صنعاء وذات الشباكات عنيفة مع ميليشي الحوثي أدت لسقوط أكثر من ثمانين قتيلا وأكثر من مئة وخمسين جريحا وسيطرت قوات المؤتمر الشعبي العام مدعومة بفصائل قبلية على مطار العاصمة اليمنية فضلا عن مباني حكومية عدة كانت سقطت في يد ميليشيات الحوثي وعد انقلابها على الشرعية كالجمارك والمالية والبنك المكازي بالإضافة إلى وكالة سبأ الحوثية ومبنى التلفزيون كما سيطرت قوات المؤتمر العام على مبنى وزارة الدفاع ومعسكر النقل في صنعاء وتمكن مسلحون قبل يوم من طرد ميليشي الحوثي من مدينة المحيطة كما أفادت معلومات صحفية عن قيام قوات موالية للمؤتمر بسيطرتها على مدينة أب ودع رئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح القوات المسلحة لرفض تعليمات ميليشي الحوثي وقال انه يجب انهاء جميع الميليشيات العاملة على الأرض اليمنية وقال في كلمة له ان على جميع أبناء الشعب اليمني في كل المحافظات ان يهبوا هبة رجل واحد للدفاع عن وحدة اليمن ضد العناصر الحوثية التي تعبث بمقدرات البلاد تصرفات الحمقة ومع ذلك اننا في هذا اليوم الثاني من ديسمبر ادعو كل جماهير شعبنا العظيم في كل المحافظات في كل المديريات في كل العزل في كل الأحياء في كل مكان الى ان يهبوا هبة رجل واحد للدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة والحرية من قبل هذه العناصر التي قابت بهذا العمل الغير مسؤول منذ ثلاث سنوات وهي تعبث بمقدرات الشعب وتنهب المؤسسات وتكتعلن المصالح الحكومية والوزارات لا لشيء إلا لانتقام من الثورة والجمهورية من النظام الجمهوري من الثوار من من فجروا ثورة سبتمبر ومن من حققوا وحدة اليمن ومن من دافعوا عنها انتقام من الثوار وثورة سبتمبر فعدوا جماهر الشعب مرة أخرى الى ان يدوا واجبهم وعدعوا القوات المسلحة والأمن عن لا تقبل أي تعليمات من قيادة أنصر الله في أي مرفق وفي أي مكان القوات المسلحة هذه والأمن واجهزة الدولة بالكامل أن لا تنفذ أي تعليمات نفذوا تعليمات المؤسسة العسكرية المثلة بالقيادات الوطنية التاريخية التي شملتهم هيكلة هذه وشملتهم التصفيات من قبل قيادة أنصر الله وأعلن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح استعداده لفتح صفحة جديدة مع دول الجوار وتعهد بفتح حوار إيجابي معها عبر سلطة شرعية ممثلة بمجلس النواب اليمني وسنفتح معهم صفحة جديدة للتعامل معهم بحكم الجوار سنتعامل معهم بشكل إيجابي ويكفي ما حصل في اليمن وما حصل لديهم ونحن نتعهد لأشكائنا وجيراننا أننا بعد وقف إطلاق النار وإيقاف التحركات على الأرض وفتح البطارات ورفع الحصار نتحاور مباشرة كسلطة شرعية ممثلة بمجلس النواب مجلس النواب هو المثل الشرعي للبلاد وهو الذي سيتحمل المسؤولية خلال الفترة القادمة فأدعو مرة أخرى كل الأشكاء المتحالفين إلى إيقاف إطلاق النار وفتح البطارات والسماح للعالجين بالعودة والسماح للمواد الغذائية والطبية للدخول إلى اليمن هذا وأعلن تحالف العربية الذي تقوده السعودية وقوفه إلى جانب مصالح الشعب اليمني للحفاظ على أرضه وهويته ووحدته ونسيجه الاجتماعي في إطار الأمن العربي والإقليمي والدولي وأكد تحالف العربي في بيان أن المرحلة الراهنة من تاريخ اليمن تتطلب التفاف جميع أبنائه في هذه الانتفاضة على اختلاف انتماءاتهم الحزبية والقبلية بما فيهم أبناء حزب المؤتمر والأحزاب الأخرى وقياداتها للتخلص من الميليشيات التابعة لإيران وأقل البيان أن تحالف العربي على ثقة تامة بأن استعادة حزب المؤتمر الشعبي لزمام المبادرة وانحيازه لشعبه اليمني وانتفاضته ستخلص اليمن من شرور الميليشيات الإيرانية الإرهابية وستؤدي لعودة اليمن إلى محيطه الطبيعي العربي نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا في الستيديو السيد بدر ماضي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية سيد بدر أهلا بك معنا ما الذي يحصل في اليمن؟ علي عبدالله صالح الرئيس اليمني السابق ضد الحوثيين اليوم ما الذي تغير في ليلة وضحها؟ أولا المساء الخير لك والأخوة المشاهدين جميعا يعني هو تحول لا شك أنه تحول مهم جدا فيما يخص الأزمة اليمنية هذا التحول حقيقة سيمر بمجموعة من السيناريوهات السياسية التي يجب أن يمضي عليها بعض من الأيام حتى نستطيع أن نتوثق من أن هذا التحول هو تحول أساسي في الأزمة اليمنية وفي العلاقة بين الأطراف المتصارعة والتحالف العربي الموجود في اليمن الآن فلذلك هو تحول لا شك أنه تحول أساسي في مسار الأزمة اليمنية هو تحول تستفيد منه أطراف يعني على رأس التحالف العربي والشرعية الموجودة في اليمن وأيضا هو إعادة تأهيل لما قبل 2011 تأهيل الرئيس اليمني السابق الذي كان يسمى لقبل اليوم الرئيس المخلوع وأصبح اليوم يسمى الرئيس اليمني السابق فلذلك أنا أعتقد أنه تحول أساسي فيما يخص اليمن أنا أعتقد أن الأوراق تبعثرت الآن في اليمن إذ ما استمر هذا التحول على الأرض اليمنية وخاصة في صنعاء أنا أعتقد بعض الدول الإقليمية المهمة في الأزمة اليمنية ستعيد ترتيب حساباتها لأن خسارة صنعاء ستعني خسارة هذه الدول الإقليمية وأنا هنا أتكلم عن إيران لموقع وموقع قدم كبير جدا في منطقة الخارج جرعارك طيب سيد بدر هذا التحول الجديد زاد قطب جديد في اليمن يعني كانت فقط موجودة شرعية متمثلة بمنصور عبد الرب الآن علي عبدالله صالح الرئيس السابق دخل على خط الأزمة وأصبح يدعو إلى حوار جدي مع أشقائه وجيرانه هل سنشهد أيضا يعني مباحثات ربما دولية هذه المرة عدل عربية مع علي عبدالله صالح باعتباره اليوم هو منقذ صنعاء أنا أعتقد أن الأزمة اليمنية منذ عام 2011 كانت هناك كثير من الأطراف خصوص الأطراف الدولية الأم المتحدة تدخلت الاتحاد الأوروبي تدخل الجامعة العربية تدخلت كثير الولايات المتحدة الأمريكية كانت لها أصبعها في اليمن قبل وبعد 2011 أنا أعتقد نعم سنعود إلى المربع الأول بمعنى أن ستكون هناك إطراف قوية وكثيرة ومؤثرة جدا في اليمن ما يجري في اليمن يؤثر على مصالح إقليمية ودولية يعني كبيرة جدا ما يجري في اليمن هو يهم كل الأطراف سواء الإقليمية والدولية سيكون أنا أعتقد أنه سيلحقه تحول كبير جدا في تحديد معنى الشرعية في اليمن من جديد بمعنى قد نرى علي عبدالله صالح كلاعب أساسي قد يكون بديلا لمنصور عبدالربوهادي في اليمن من خلال أما من علي عبدالله صالح مباشرة أو من خلال ابنه أحمد الذي كان يرأس القوات الخاصة اليمنية والحرص الجمهوري فلذلك أنا أعتقد أنه حدث خطأ استراتيجي كبير قبل سنتين عندما تم تجاوز علي عبدالله صالح كركن أساسي من أركان السياسة اليمنية بشكل عام وقدرته على التحول مباشرة للتحالف مع الحوثيين في فترة وفترات فلذلك هو حقيقة أضعف التحالف العربي فيما يخص الواقع الاستراتيجي في اليمن وبنفس الوقت هو يسفيد الآن من إضعاف الحوثي سواء داخليا أو إضعاف الحوثي القضية الحوثية فيما يخص العالم العربي بشكل عام هو استطاع أن يكسب أكثر من قضية في ضربة واحدة إذن وصفت الموضوع قبل قليل بأنه تبع ثور الأوراق باليمن لماذا لم تقل بأنه إعادة ترتيب وهذا الترتيب سيكون في صالح اليمن وخصوصا بأن الرئيس السابق الذي قلت قبل قليل بأنه كان مخلوم وأصبح سابق يعني الرئيس السابق اليمنى علي عبدالله صالح قال بأنه يريد حوار مع دول الجوار وبتأكيد هنا نفهم من الموضوع السعودية وأيضا التحالف العربي بدوره رحب بما يحصل اليوم في اليمن لعودته إلى الحاضنة العربية إذن هو إعادة ترتيب لملفات اليمن ولكن الخاسر هل هو إيران وهل ستقبل بهذه الخسارة؟ يعني إيران لن تقبل ما يجري الآن بسهولة ولكن يمكن فرض ما يجري الآن في اليمن على الأوراق الإيرانية أو على السياسة الإيرانية من خلال الحوار الذي دعا إليه الرئيس السابق علي عبدالله صالح كانت فرصة الحوار أن تجري قبل سنة أو قبل ستة أشهر أو قبل سنتين لكن أيضا كان هناك عداء حقيقة استجد في العلاقة بين علي عبدالله صالح ولمنوكة العربية السعودية مما زاد من الفجوة بين الطرفين السعودي والرئيس السابق وحزب المؤتمر العام نعم ستكون إيران هي الخاسر الأكبر في المنطقة نعم ستكون الرابح المنوكة العربية السعودية ليس فقط في أنها حققت ما تريد في الأرض اليمنية ولكن على الأقل بوقف هذا النزيف الذي أصاب الإستراتيجية السعودية في آخر سنتين طيب سيد بدر يعني السؤال صريح يعني هل ظهرت قوة الحوثيين على حقيقتها يعني ثلاث سنوات الحرب في اليمن ولم يستطع أحد أن يتحر الحوثيين دخل صنعاتنا نتحدث بعيدا عن المحافظات والحد السعودي يعني خلال ساعات وجيزة استطاعت قوات علي عبدالله صالح أن تطرد الحوثيين إلى مسافات ربما بعيدة وتسيطر على مباني حكومية ووزارات مهمة هل كانت قوة علي عبدالله صالح والقوة الأخرى القوة الحوثية هي قوة فقط إعلامية مهولة أمام الناس؟ لا أنا أعتقد ما أشرت إليه قبل قليل أن علي عبدالله صالح كان رسمها للأزمة اليمانية خطوط عريضة وهو أكبر المسافدين منها الآن هو استطاع أن ينهي تقريبا ما يسمى بالقوة الحوثية أظهرهم على حقيقتهم أمام الملأ سواء في اليمن أو غيرهم وارتباطاتهم الخارجية هو استطاع أن يستعيد اللحظة التاريخية أن المملكة العربية السعودية والتحالف العربي والقوة اليمني الأخرى لا يمكن لها أن تعيد الاستقرار إلى اليمن إلا بوجود هذا الرئيس صاحب الخبرة ولا بوجود قوات علي عبدالله صالح وخاصة الحرس الجمهوري ولا بوجود التاريخ السياسي لحزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن فلذلك ظهره هو المنتصر وهو الذي يبدو أنه أدار العملية السياسية بكل خيوطها داخل اليمن في فترة آخر سنتين وهذا تقريبا كان بعض المحللين قد حذروا منه وبعض المراقبين قد نصحوا في البداية أنه لابد من العمل مع علي عبدالله صالح لكن يبدو أن هناك كان في أخطاء في تقدير الموقف الإستراتيجي لعلى عبدالله صالح وأهمية على عبدالله صالح وما كان يمثله في الساحة اليمنية طيب يعني ما وصف به الرئيس السابق علي عبدالله صالح بأنه مخلوع وخاين وكثير من المواصفات هل سنشهد في الفترة القادمة بعد هذا التحول الكبير وصول الرئيس السابق إلى السعودية وتفاهم واتفاق على المرحلة المقبلة يعني عنوين كثيرة أولها التخلص من الحثيين داخل اليمن تنظيف اليمن كليا من كل الميليشيات التي يعني تعتبر بأنها أضرت باليمن على طوال الفترة الماضية يعني أولا يجب أن نعترف أخواني العزاء في قضية أن العمل السياسي هو عمل متحرك العمل السياسي هو ليس عملا ثابتا فلذلك عدو اليوم يمكن أن يكون صديق غدا أو صديق اليوم ممكن أن يكون عدوي غدا فلذلك ليس من المسابعة أن نرى على عبدالله صالح أو ممثلين له على الأقل في الممكة العربية السعودية في المستقبل القريب لكن لابد أن نعترف أيضا في أن الممكة العربية السعودية كانت أهدافة واضحة والتحالف العربي أنه لابد من وقف هذا النزيف في اليمن من خلال سيطرة الحوثيين على كثير من مراكب صنع القرار ووقف النزيف في سيطرة الإيرانية على صناعة القرار في اليمن فلذلك سيكون ثمن عادة على عبدالله صالح هو حقيقة دحر القوات الحوثية وممثله الحوثيون في اليمن ونحن نعلم أن هناك حروب سابقة بين قوات عبدالله صالح والحوثيون وقد دعمت من السعودية ومن دول كثيرة جدا في أكثر من ستة حروب بين الطرفين فأنا أعتقد أنه سيكون الثمن متبادل بين قوات التحالف العربي والرئيس اليمني السابق أو من ينوب عن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وأعتقد أن ابنه أو أحد أشقاء سيد العبدالله مهم جدا في المرحلة القادمة نعم سيد بدر ماضي أستاذ العلوم السياسية شكرا جزيلا شكرا الحصاد مستمر من الشرقية نيوز بعد انتهاء فصله التشريعي البرلمان العراقي يعلن الأحد جلسة استثنائية لبحث مشروع الموازنة ويلزم اللجنة القانونية بالانتهاء من صيغة قانون الانتخابات قبل العشرين من ديسم مرة تكريس للجال في القرن الحادي والعشرين دعوات برلمانية لاعتماد شهادة الإعدادية فما دون بدل شهادات الجامعية والعليا في انتخابات البرلمان العراقي أتاوات وابتزاز علني عند مدخل ميناء المتصر الشمالي ومعلومات جديدة عن أخطر شحنة مخدرات تدخل العراق يكشفها قائد عمليات البصرة للجمهورية السادسة بعد الانتصار على داعش عسكرياً الرئيس الفرنسي يدعو الحكومة العراقية إلى تفكيك جميع الفصائل بما فيها الحجد الشعبي الاستفتاء تركناه وراء ظهورنا يقول نجرفان البارزاني لماكرون فرئيس الحزب الديمقراطي من أربيل لن نرفع الراية البيضاء لأحده ترقب في بغداد بعد أنباء عن خسخصة جبايات مياه الإسالة وماراثنين والدولي يعيد رياضي العرب إلى الموصل علي عبدالله صالح يدعو اليمني للانتفاض على ميليشيا الحوثي دفاعاً عن وحدة بلدهم والتحالف العربي بقيادة السعودية يعلن دعمه لعودة اليمن إلى حاضنته العربية قبل ختام حصادي هذه الليلة نذكر بأبرز أخبار العراق والمنطقة للساعات الماضية حيث تلقى رئيس الوزراء العراقي حيدر لعبادي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أطلعه فيه على تفاصيل الاجتماع مع رئيس حكومة إقليم كردستان نيتشربان البرزالي وقال مكتب العبادي في بيان أن الرئيس الفرنسي جدد موقفه الثابت من وحدة العراق وسلامة أراضي ودعمه لبسط السلطة الاتحادية على كامل الأراضي والحدود العراقية وأكد أيضاً الرئيسان بحسب البيان ضرورة حل الإشكالات عن طريق الحوار والالتزام بالدستور ووحدة الأراضي العراقية من جهته رفض نائب الرئيس العراقي نور المالك مطالبة الرئيس الفرنسي برانسون ماكرون بحل الحجد وقال أن هذه التصريحات تمس سيادة العراق وتتعارض أصلاً مع الدستور الفرنسي قال المالك في تصريحات له أن الدستور الفرنسي تحدث عن عدم التدخل في شؤون دول العالم الأخرى لكن ماكرون فاجأ العراقيين بتدخل مرفوض في شؤون العراق الداخلية بمطالباته بحل مؤسسة رسمية هي هيئة الحجد الشعبي ودع المالك أن الكتلة السياسية إلى موقف واحد حيال أي تدخل في شؤون العراق من أي دولة كانت وبأي حجة أو تبرير وكان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون جدد دعمه لعراق موحد فيدرالياً دعياً الحكومة العراقية إلى تفكيك كل الفصائل المسلحة بما فيها قوات الحجد الشعبي فرنسا تدعم عراق موحداً فدرالياً ضمن الدستور يتم فيه احترام حقوق جميع المكونات كما أننا ندعم حواراً وطنياً في العراق هذا الحوار يجب أن يحتوي على هدفين ضمن أربع نقاط مهمة وهي احترام دستور العراق بجميع مواده وفرض سلطات الحكومة الاتحادية في جميع المنافذ ويجب أن لا تبقى ميليشيات في العراق وتوزيع الموارد بالتوازن من الضروري تطبيق نزع سلاح تدريجي خاصة بما يتعلق بقوات الحجد الشعبي التي رسخت وضعها في السنوات القليلة الماضية في العراق وتفكيك كل الفصائل المسلحة تدريجياً ويجب أن يكون كل ميليشيات في العراق وجهت رئاسة البرلمان العراقية اللجنة القانونية بوضع صيغة نهائية لمقترح قانون انتخابات مجلس النواب قبل تاريخ العشرين من قانون الأول ديسمبر الجاري لإتمام التصويت على القانون أتباينت مواقف النواب شنيسين الترشيح لانتخابات البرلمان والتحصيل الدراسي للمرشح في مختلف آخرون حول اعتماد الدائرة الانتخابية الواحدة أو تكون المحافظة مجموعة من دوائر انتخابية قياساً للسكان خصصت رئاسة البرلمان العراقي جلسة ستنائية يوم غد الأحد خاصة بقانون الموازنة العامة لعام 2018 فأعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري عن قرب عقد سلسلة لقاءات بين الكتل النيابية والسلطة التنفيذية لمناقشة بعض الفقرات في الموازنة منوها إلى أمكانية عقد جلسة ستنائية وفقاً للسياقات المتبعة لعرض مشروع قانون الموازنة في شأن آخر اتسعت الاحتجاجات الشعبية الرافضة لخصخصة الكهرباء لتشمل محافظات بغداد ونجف وذقار والبصرة ورفض مئات المحتجين يتقدمهم شيوخ عشائر مشروع الجباية الجديد ودعوا الحكومة العراقية إلى محاسبة الفسدين الذين أضروا بالمال العام وتسببوا بأزمات الكهرباء أخيراً فرضت القوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح سيطرتها على موقع عدة في العاصمة السنعاء ودى تشباكات عنيفة مع ميليشي الحوثي أدت إلى سقوط أكثر من ثمانين قتيلاً أكثر من مئة وخمسين جريحاً إذن بهذا وصلنا إلى الختام شكراً لطيب المتاوعة إلى اللقاء إلى اللقاء